كوكو الأحباب و شرعكم إن شاء الله تكونوا قاعدك بخير اليوم جبت لكم وصفة يعنتها ملخر مقول لكم للشهر الكريم شهر رمضان اللي ينعاد علينا يا ربي و عليكم بكل صحة و وافية الوصفة التي تعنيتها اليوم سهلة ماهلة اللي هي خبز البل إذا حبيتوا الوصفة والطريقة أروحوا معي نوري لكم كل شي المكونات اللي نحتاجوهم الخبز البيتانة اللي هو خبز تونس هما ربع حبيت بيض نص كاس تا السكر كاس هقدم عمّر تعلوز و استعملت معهم الوازات يعني كيمة تحبوه ولا تحبو كوكو هذا يظل اختياري تحمسوهم ملاح و ترحوهم بهذه الطريقة ما تديروهم شرقيق تديروهم هكذا استعملت تانيك نص كاسة تا اه تاخدوا دي بيسكويت كما تحبو قطعون كما بيمو ولا لوتشوز انا فلوروب ولا وترحوه بهذه الطريقة استعملت كاسة يعني تا كيلة تا الزيت و الزبدة استعملت كاسة تا شابلوغ تقدروا تستعملوا خبز بايت يكون يابس و ترابيه وهي عندها ترابيه و هم ملاح يكون هكذا بايت نوازات التاجيرات المستخدمين استعمل مغرف نستعمل نصف مورف صغيرة لكس خيدواني و نستعمل قليلا بزيزة و نستعمل قليلا بزيزة نستعمل زيزة و بالنسبة للتزيين نستعمل زيزة تسبب حظاً وهنا سيدة و نستعمل زيزة نستعمل البروز نستعمل زيزة ثم نستعمل جدواني يمكننا الجانب و سوف نستعمل من القليل تستعمل كاس ونصف نضيفه في شربة نضيفه في شربة هذه هي المكونات أروحوا معي نوريكم الطريقة نبدأ بالشربة نضيفه 1.5 كيلو نصف نضيفه 1.5 كيلو السكر وضيعون افقا ونضيفه 1.5 كيلو السكر وسيخبره 1 كيلو السكر نضيفه الماء نضيفه الماء نضيفه 50 ماء ونضيفه 25 ماء نضيفه 200 ماء تكون طريقة أكثر في القرص نضيف البرتقال خلطوا مليح السكر مع الماء يغليوا مدة 1-10 دقائق 15 دقيقة مليح يغليوا مليح و يجعلوا برد مليح لكي نستعملها على فن البنات نستعمل ربح بيت قم برد مليح نستعملًا على درجة 200 قم برد مليح نستعمل الابيض نستعمل الفن نستعمل فن نضيفتهم مليح السكر يجب أن يدوب في البئض نضيف السوائل خلطها ملعنة نضيف شوية الأفاني كما قلت لكم نضيف لها زاستة سيتخانج نضيف سيتخانج نضيف الأورانج نضيف زبادة نضيف زبد الزبدة نضيف كركو المحطن الملح بالعضاء المحطن المضح نحن الزبع المحطن المضح ملح أدفع نضيف المصببة نضيف هذا هو هذا هو الشربة جاهز نضعه على الجنب وكما نعطيكم باك معلومة الكاسة التي استعملتها فيها 150 قرم يعني ترفض 150 قرم نضع بلاقة الفوخ نضع زبدة نضع زبدة نضع 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 زبدة نضع زبدة لأي وحدة تكون لديكم سنوة وصدق الكمية التي ستقوم بها لا تقوم بها بفق قاعدة لن تنسى نضع نضع زبدة جميع نضع 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 نضيفها قليلاً لكي تحمصها نضيفها في الفرن لا كان لديكم الفرن من تحت هي المدة تحت طياب يعمل المسكوت 21 بقيقة 15 نضيفها عينكم وميزانكم وعلى حساب كل واحدة نضيفها في الفرن نضيفها نضيفها خبز البيت نضيفها أولاً نضيفها بخبز البيت نضيفها 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 نظيفها نضيفها تحتاج إلى مدة 22 دقيقة نضيفها نعم بأسفن الاطهر نحن 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 نتحدث ونحن نحن نقوم بشربة نحن نحن نجد يشرب نحن نجد زيت نحن نقوم بزيت شفو مساء الله كيف سعو يشعب سعبات وانا شفو كيف ستريب مساء الله نشرب ملاح نجد ان ترى الطريقة نجد ان تكملوا شربات نجد ان تقوم بملاح نجد ان تقوم بعمل الصباح تقدروا في رمضان ملاح لصهارة رمضان كما ترى الشربات هنا تقدروا تقوم بعملها وصورنا نجد عده بالنسبة لرجل نجد ان تقوم بأجد نجد هذه المقربة نجد ان تقوم بعمل لان وتعطي الى اكبر نجد ان ترى المزهر نجد ان يحصل مريحة يحدث ان يكون سائل وريحة على المصهر تعطي الوريحة ولا ارواح شوفو المصاج يعني انتا نديروها قدم الفوق يعطي له معان انتا شوفو كي تكون سخونة شوفو ما شاء الله البنات شوفو خبز ببيت تعنا خبز تونس صار جاهز كي ما قلت لكم بيزيغ وما زال ما بردش نخليه الغدوة ان شاء الله ونقسمه لكم والا البنات هاوليك خبز البيت تعنا صار جاهز والا اروحو معايا دوكا ندوقه كيف كيف ندوقه 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 انه دوكا أرى هذا هو خبز ببيت ونقسمه شوفوا ما شاء الله اروحوا معيها مدروق قوح ولا البنات شوفوا هذا هو خبز بيتانا ما شاء الله جاء كما يقولوا بالطبع والشان ما السل كما يحب الخاطب لا تستطيع عملها لا تستطيع عملها لا تستطيع العمل لا تستطيع عملها ويجب ان تستطيع عملها انا عاود اولد لكم وما نكتب عليكم انا فرحانة بساف من تغيب البيتانين تحتجب خبز البيتانا اليوم اروحوا معيها شوفوا ما شاء الله يجب أن نعسل و نشرب يجب أن يحب الخاطر يجب أن نضيف نقطع لكم واحدة شوفوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرأة مرارات و هناك جربوه متل دموش شوفوا البناء تشربت مساء الله شوفو لقد قمت بسرعة ليلة كاملة دموش مرحوم شاء الله مرحوم شاء الله مرحوم شاء الله مرحوم شاء الله ترجمة نانسي قنقر